بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي المسلمون في روسيا أو تحديدا في داغستان عملوا ملحمة كبيرة جدا عارفوا أنه في طائرات للهربانين من اللي ما يتسموش طلعوا من عند اللي ما يتسموش وهتنزل عندهم عملوا جريوا على المطار ومنعوا الناس أو منعوا اللي ما يتسموش من النزول لدرجة أن الإدارة في روسيا خلت الطائرات ترجع وزير الدفاع الألماني بيحذر من حرب كبرى مش بس كده ابن يفجيني بروجوجين رئيس شركة فاغنر المقتول أو الذي يغطيل أو اغتاله بوتن تولى بالفعل مسؤولية شركة فاغنر ومتوقع أنها ترجع للجابعة في أوكرانيا تاني تعالوا بينا ند طبعا في البداية بوجه الشكر والتحية لصديق العزيز الأستاذ محمد بيبعت لنا أخبار من روسيا وفيديوهات حصري الفيديوهات اللي هتتنشر قدام حضراتكم دي معظمها حصري من الأستاذ محمد بنوجه له الشكر والتحية موجود في قلب موسكو وبيتفرج علينا دلوقتي هو وكل اللي هي وكل أصدقاءه من قلب روسيا بنوجه لهم الشكر والتحية تمام؟ زي ما ظهروا قدام حضراتك في الفيديو المسلمين الداغستانيين في منطقة محج قلعة الروسية يقطح يمون المطار لإلقاء القبض على القادمين من رحلة رحلة جوية أو الطائرة اللي جاية من عند اللي ما يتسموهش السؤال مش انتوا المفروض بتقتلوا عشان وجودكوا؟ لا أول الجد بياخدوا بعضهم ويهربوا عشان كده المارينز زي ما اتكلمنا في الحلقة الماضية هما لجيين يدفع عنهم قال له أمال انتوا هاجعين دماغنا واحنا اليادو الطولة واحنا أمال ايه بقى مفيش فعايزين يرجعوا لفين؟ طب ما بتروحوش ليه أمريكا؟ ما بتروحوش أوروبا ليه؟ ما يطققوا مش والاتفاق أصلا بتاع انشاء الدولة ان احنا هنعمل لكم وطن آمن وما ترجعوا لناش تاني فهم يرجعوا لمن؟ يروحوا لتركيا وبعدين يروحوا لفين؟ لأول دولة انشأت لهم أو أول امبراطورية انشأت لهم دولة مصغرة عندهم أيوة أول كيان ليهم كان موجود في قلب روسيا فعايزين يرجعوا تاني المسلمين هناك كلنا على قلبه رجل واحد ايه اللي حصل؟ زي ما ظاهر قدام حضرتك في الفيديوهات دي فيديوهات حصري الناس بلغت بعض وعرفت ان فيه ان ما يتسموش جايين يهربوا طب انتوا راح نعند المسلمين ليه؟ ما عندك روسيا كبيرة ما تروح لا ده انا رايح لان انا عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين على اهل الزمة فانا لازم اروحا لا لا خلاص الكلام ده خلص الكلام ده خلص العين بالعين والسن وبالسن والايه؟ والتهجير بالتهجير زي ما ظاهر قدام حضرتك في الفيديو تجمع الالاف مش العشرات زي ما ظاهر قدام حضرتك ده فيديو اخر لحظة اقتحام المطار حاولوا بقى يطلقوا نار ويطلقوا للتفرقة طبعا وقناب الغاز والشرطة هناك موجودة في المطار فشلت فشل كبير جابوا لهم تعزيزات امنية كبيرة جدا للنهاردة عشان يعرفوا يشغلوا البطار تاني تمام؟ الناس من جماعة بايتها من مبارح لحد النهاردة عشان يقفلوا القصة دي والطيارات رجعت في كلام انها رجعت تاني النهاردة يعني دارت خرجت خالص من روسيا وراحت ترانزيت في مكان وفي كلام انها رجعت تاني النهاردة بس انا بقولك هم ارادوا حصار القطاع فتم حصارهم في الارض مش هتعرفوا تروحوا في حد دقت عليهم الارض بما راحوا بد بص حضرتك التجمعات ده فيديوهات حصري من الاستاذ محمد بن وجبه للشكر والتحية مواطنين مسلمين ورفعوا علم فلسطين زي ما ظهروا قدام حضرتك ومش عايزين البشر دول عندنا مش عايزين الناس دي عندنا حقهم طبعا انا مش عايزك روح بقى ارجع بلدك ولا روح المكان اللي انتوا اتجمعتوا منه كل واحد يرجع المكان اللي اتجمعتوا منه بس احنا مش عايزينكم احنا ايه? احنا مش عايزينكم هكذا اللسان حلا تمام? اخترقوا او كسروا البوابات ودخلوا في قلب المطار قديسسالة من جوه حتى مش مستنين السلم البتحرج يطلعوا بطلعين جاري حتى طلعين على السلم العكس زي ما ظهروا قدام حضرتك وبيدوروا عليهم وبيخبطوا اي باب فين 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 عرفوا انهم لسه في ايه? في قلب المطار او لسه في قلب الطيارة زي ما ظهر قدام حضرتك جروا سريعا على الطيارات بعد ما كانوا وصلوا السلم قفلوا تاني واخد بال حضرتك وسحبوا السلم بعيد والباب اتقفل وكابتن الطيارة قال لهم محدش يتحرك ومحدش يطلع لدرجة انهم ركبوا فوق ايه? الجناح بتاع الطيارة زي ما حضرتك شايف وبيدوروا عليهم في قلب المحركات وهنا وهنا فين وحد مستخبئ هنا حد مستخبئ هنا مش عايزينكم استادوا واحد على فكرة برا سفيدوا مش هقدر عارضوا فاستادوا وخدوا منه البسبور وفتاعوا وعملوا معاك بلاش عام تمام? قبل بقى ما يشيلوا السلم كان في بعض المواطنين زي ما ظهروا قدام حضرتك هون عايزين بس بدأت بايه? بستات عايزين يدخلوا عليهم جوا بعدين قفلوا الباب رجعوا تاني رجعوا رجعوا بسرعة بعد ما الناس اهل ناس جاي ايفل الباب ايفل الباب زي ما حضرتك شي ودي كابتن الطائرة ادي رحلة مش كزا رحلة كزا مش كزا مش مش طيارة واحدة كزا طيارة على طول الكابتن قال لهم محدش ينزل محدش يتحرك خليكم عاديين ده في حاجة كبير عايز ييجي وزي ما حضرت بصراحة معركة رهيبة او موقعة رهيبة ودي واحدة من قلب اللي ما يتسموش موجودة في قلب الطائرة بتقول ايه؟ وقال ركاب الطائرة القادمة من كزا كزا والتي هبطت في محد قلعة انهم لم يتمكنوا من النزول من الطائرة لمدة ثلاث ساعات نظر الوجود حجد غاضب هناك لا يستطيع الحرس الروسي ولا الجيش ولا رئيس داغستان التعامل معه نحن نجلس على مطن الطائرة وقال ركاب انهم يعطوننا الماء فقط والاطفال يبكون نحن واقعون ولا توجد كزا ولا يوجد كزا اي حجة بقى طب ما لدول ايه؟ دول مش بنا قدمين طيب اللي حصل دا ايه؟ دسة تطورات شغالة لحد دلوقتي روسيا عادت توجيه الرحلات القادمة من ايه؟ اللي ما يتسموش زي ما ظهر قدام حضرتك رجعوا تاني وخرجوا خالص بره الايه؟ بره المنطقة وبره الاتحاد الروسي في منطقة محج قلعة ومنرالني فودي وكله هما في منطقة شمال القوقاز ذات الغالبية المسلمة في روسيا وحيروحوا اماكن تانية السؤال انتوا رايحين عندهم ليه؟ طيب دي نقطة النقطة التانية مش انا قلت لك الحرب دي غيرت حاجات كتير قوي وتعتبر حرب كاشفة عرفتك عرفتك مين العدو ومين الحبيب الحقيقي مين اللي بيدعم بجد ومين اللي ما بيدعمش بجد تمام؟ تمام الحرب دي وضبحت لنا ان قضية فلسطين ليست قضية العرب العرب دلوقتي ادخن تخين فيهم بقولك فلسطين ليست قضية احنا عندنا ايه؟ بنعمل احتفالات في قلب الرياض وموسم الرياض واحنا وإحنا وفلسطين ليست قضية اصلا هي فلسطين ما تتشرفش بيك ده شرف ده شرف يا نجس ما يشرف انت ما تستحقوش اولتا فكر هي مستنيك واللي كان حرارها قبل كده كان عربي ما هو كان كردي صلاحة دي بس فالموضوع انت اصلا ولا ليك اي لازمة انت خليك هرقص وعارو حرمكم وعملوا احتفالات وهيصوا وزقطاتوا وشكرا على كده ما تشغلش بالك انت بفلسطين بس بس ما تروحش تتفق عليها زي مين زي محمد بن زاية تمام تمام دي اسبتت لنا ان القضية دي مش عربية لا القضية كلها اسلامية اسلامية زي بالضبط ما اتفقوا على حصار القطاع ولا راح جاي رايح جايب منين من اراه ما هو ربك ممكن يستخدم الشيطان عشان يطبق ايه اللي هو عايزه اذا اراد شيئا انما يقول له وكون فيكون يستخدم اي حد اي حد تمام تمام طب ده بالنسبة لروس تعال ننتقل لكازاخستان زي ما ظاهر قدام حضرتك طلعوا في مظاهرات ناشدة الكازاخستانيون الرئيس توكاييف التوقف عن بيع النفط للي ما يتسموش زي ما نشرناه في حلقة الامس ظاهرت عريضة على الانترنت يطالبون فيها الكازاخستانيون بوقف تصدير النفط الى اللي ما يتسموش بسبب الوضع في الشرق الاوسط وطلعوا ايه بمظاهرات زي ما ظاهر قدام حضرتك في الخبر رفضين الموضوع وكمان كله حس بالخطر حتى المانيا حست بالخطر وزير الدفاع طلع وقال ايه يجب ان يكون الجيش والمجتمع جاهزين للحرب حس وزير الدفاع الالمانيا برس كذا كذا على الاستعداد لحرب كبيرة فين في اوروبا حرب كبيرة في اوروبا ممكن الموضوع يطال اوروبا ايوة ممكن تعالى ننتقل بقى او ننهي بالحرب الروسية الاوكرانية بالفعل في مئات من مقاتلي واحدات فاغنر الروسية الذين لم يشاركوا في تمرد 23 يونيو اللي هو بتاع بروك جوجل انضموا الكتيبة احمد الشيشانية تحت قيادة مين رمضان قديروف وبدأوا بالقتال فعلا في اوكرانيا بس دول مئات الكتلة الصلبة الكبيرة تحت شركة فاغنر فين زي ما ظاهر قدام حضرتك وكان لنا الصابق دا توقعناك والحلقات موجودة على القناة القديمة بتاعتنا اللي هي توقفت تعين بافل يفجيني بروك جوجل ابن زعيم فاغنر المتوفى او المخدور يفجيني بروك جوجل الوريس الرئيسي لفاغنر وقائد للشركة باكملها وهو يتفاوض الان على عودة وحدات فاغنر باكملها الى اوكرانيا اللي ما شاركوش مع يفجيني بروك جوجل عملوا ايه راحوا لشيشان او قوات احمد الشيشاني تمام تمام طلع ابن يفجيني بروك جوجل وتولى الشركة والوريس الشارع اليها فبيكون القتلة الصلبة تاني وبيجمعها تاني وهيمضي مع شركة ايه او مع الجيش عقل ويخش تاني يرجع لايه لحرب الروسية الاوكرانية وكده الحرب الروسية الاوكرانية هترجع لايه ازها عصرها تاني وهترجع تركب التريند تاني بس قولا واحدا الحروب او الحرب بتاعة الاسود غيرت الاستراتيجية يعني احنا بنتابع الحرب الروسية الاوكرانية بنا سنتين دلوقتي الكلام كله ايه الحق ده فيه صاروخ صفارت الصوتي الحق ده فيه طائرة مسايرة الحق ده فيه دبابة ليوبارد كان اخر حاجة خالص الكلام عن الجندي المقاتل تاني كان اخر حاجة خالص الكلام عن الجندي المقاتل انما عندنا احنا لا اول حاجة الجندي المقاتل اخر حاجة ده مش عارف صاروخ كورنات ده الياسين مية وخمسة ومية وسبعة حاجات خفيفة كلها اسلحة خفيفة فيش اسلحة دقيلة يعني مفيش دبابات مفيش طيارات مفيش مدرعات مفيش مفيش كلها اسلحة خفيفة والهجوم بتاع سبع اكتوبر انا الحلقة بصراحة كانت حلقة تاريخية اللي اتحزفت قفلت بسببها القناة كانت فيديوهات رائعة اللقطات الاولى والشغل واول ما دخلوا وفتحوا السياج وفتحوا الجدار العازل كان فيها فيديوهات جميلة جدا هتلاقوا موجودة برضو على النص اكس مجموعة شباب بموتسيكلات اللي معلق الارف جي على كتفه اللي معلق النص بوصل حاجات كلها اسلحة خفيفة قدروا يخشوا ويحملوا العملية دي ده بعد القيادات بقولوا احنا لو كنا نعرف بدأوا اتكلموا بقى لك لو كنا نعرف دخل الف ومتين بس اقصى عدد اتقال الف واربعمية موجود عندهم خمسة وتلاتين الف كحدة ادنى وفي ارقام بتوصل الاربعين الف فتخلقوا الاربعين الف دول كانوا دخلوا كانوا حراروا البوشكلة كانوا حراروا فلسطين كلها فالحرب دي غيرت الاستراتيجية بتاعت الحروب وغيرت الفكر خالي استخيل كل الحشود دي كلها عشان مجموعة قوات لا تتعدى الخمسة وتلاتين الف بأسلحة خفيفة بس يا سيدي شكرا لكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراء شكرا